مجلس الشورى جلالة الملك المفدى عليها النظافة من الإيمان أحد الركائز التي استندت عليها لجنة المرافق العامة والبيئة عندما وضعت تقريرها بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة حيث أخذت اللجنة بعين الاعتبار مدى الحاجة اليوم لقانون ينظمها خاصة في ظل كل التجاوزات في حقها مشروع النظافة من المواضيع المهمة لأنه يعني المجتمع كاف وكان اليوم نقاش كل شيء جيد وطلعنا بالاتفاق على أهم المواد الأساسية فيه التي هي التعريفات أعتقد جاء الوقت المناسب أن يكون عندنا في البحرين قانون محكم يتعلق بالنظافة العامة التي في الواقع تهم كل الناس القانون يتكون تقريبا من 16 مادة مهمة جدا تتعلق بالنفايات معظمها تتعلق بالنفايات المنزلية وبغض النظر عن أهمية وجود مثل هذا القانون وبعيدا عن مواده 16 وتعريفاتها هناك ركيزة أخرى أكد عليها السادة الأعضاء وهي الثقافة المجتمعية أي أن يكون تنظيم هذه الظاهرة نابع من الذات كونه واجبا وطنيا قبل أن يقرى قانون ينظمه من الجميل أن يكون عندنا قانون ولكن الأجمل أن الإنسان يكون مثقف وهذا الثقافة طبعا تأتي من النش من المنزل ومن المدرسة من الحلو أن نشوف في المدرسة لاكتساب الطفل للعودات الصحيحة التي من ثم في المجتمع وفي المستقبل يقوم بها الأسف الشديد أن هناك ظواهر خارجية اليوم نحن جاتنا ثقافات من برة وتم تطبيقها في المجتمع ولكن لم يطبق أن هذه الظاهرة لم تطبق بطريقة صحيحة ولم تطبق وتدرج بطريقة أن تعطي الهدف من وراء هذه الظاهرة في هذا الصدد أنا أحب أن أشير إلى شيء جدا مهم أن مهما كان هذا القانون نحن بحاجة إليه وبغض النظر عن ما يتعلق الموضوع الرئيسي في الموضوع النظافة هو الثقافة العامة الحكومة ضمت صوتها لصوت السلطة التشريعية في أهمية وجود مثل هذا القانون لصد كل التجاوزات الحاصلة في حق المحافظة على النظافة العامة هناك كثير من المخالفات استجدت مع مرور الوقت مما استلزم تحديث القانون قانون النظافة تقدمت بالحكومة سابقا للسلطة التشريعية نظر في مجلس النواب وكما نصد دستور القانون المنظم طبعا أجروا النواب بعض التعديلات على القانون وجاء اليوم للنظر لأول مرة في مجلس الشورى المجلس أعاد الديباجة التي جاءت بالمشروع بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة في حين أقر المادة الأولى المعنية بالتعريفات مستكملا ما بدأه من نقاش في الجلسته المقبلة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة